السودان ولبنان ثلاث دول سجلت أعلى معدلات التدخم من بين الدول العربية وفقا لبيانات رسمية وبلغت معدلات التدخم في مصر 7.2% ووصلت في السودان إلى 57.7% وأرجع مختصون هذا الارتفاع إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وما ترتب عليه من انخفاض قيمتها وارتفاع أسعار السلع في ظل اعتماد الدولتين على استراد العديد من السلع في دولة تعمل إصلاح اقتصادي بتعوم العملة بتاعتها مع مرهات النسبة للسلع من بره علي أولي الدولة دي دي تعاني وعش كده دولة زي السودان أكتر من 57.5% معدل التدخم مصر لما عملت التعويم في نوفمبر 2016 وصلت زمانة 33.8% وسجلت معدلات التدخم في لبنان 7% بسبب ما تشهده البلاد حاليا من توطرات وعدم الاستقرار السياسية ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل تراجع قيمة العملة المحلية دولة بتعتمد في المقام الأساسي على استياحة يعني الدخل القومي للبنان في المقام الأساسي بيقوم على استياحة الأجنبية طبعا مع وجود الصراعات السياسية هناك ووجود الانفلات الأمني ده أثر بشكل كبير جدا على معدلات السياسة اللي بتتوجه المعدلات السياحة اللي بتتوجه لبنان فبالتالي ده ترتب عليه زيادة في الأسعار وهي زيادة معدل التدخم في المقابل سجلت دول عربية انكماشا في التدخم هي ليبيا والإمارات وسلطنة عمان بينما سجل معدل التدخم في بقية دول الخليج معدلات معتدلة معدلات اعتمدت على أحدث بيانات للتدخم في الدول العربية بين عامي 2019-2020 في وقت تسع فيه تلك الدول لانخفاض معدلات التدخم لديها لبرنامج أموال ومصارات محمد عبد الحكم القاهرة ترجمة نانسي قنقر